فريكونس siècle رجعندا لكم في الجزء الاخير من فريكونس اه قبل ما نمشيو للكويس نمشيو ديراكتما للحمامات مبعد زيارة رئيس الجمهورية قائس سعيد اللي يعتبر ما يحدف في بعض الاشواطأ وتحديدا في الحمامات اه كفشكل كموقف يسابق حجابي لكن في المضمون نريد أفعالا حقيقة لأن الوضع لا يستحمر نعرفه من 2006 المعادل السنوي البحر يقدم بين 4 و 5 متر وهو انورب على مستوى أزمة مناخية لازم ديجال البنية التحتية لازم ثم أدابتات سير فيها حاجة أخرى تلوث اللي نستغربه خاصة في المنطقة هي منطقة سياحية بمتياز وحسب معينة تعرفين أننا عملتها في بريل كوت بتعملت رواصون نتفكر ثم بمالدو كانون تعلق الوناس يصبوا ديركت الغديكة في البحر اللي هي في قلب المنطقة السياحية ذا على مستوى حمامات شمالي الحمامات السود للغديكة ثم زادة مشكلة ديوان الوطني التطهير يقعد يصب في مياه غير معالجة يصبها في البحر واللي هي بجنب معناها منتجاع سياحي اللي احنا هو قطاع حيوي شئنا ما بينه بالنسبة لتونسي الكل معناها توا شو اللي نحب نقوله هنا القوله إليه تان دو بوزي معناها نحطه المواضيع عالتاولة ويجب أن نخمه هل أنه المشاريع التي تقبلها هل أنه سيتدد منها مشاريع وليس بخوجة بيان بونسي وبا هذي المشكلة اللي عنه يعني كيفاش أنت تجي منطقة سياحية تعمل فيها هذا الكل ونجرية اسكو البلاسة قريبا اخترتها قريبا مالبحر ولا لا اسكو البلاسة صحيحة ولا لا اسكو النجم وذي كان نعمل وثم ذر بيئنا اسكو النجم تستحمل الكمل هيئ المسوح ويكون نمشيوا في ديمارش أخرى هل أنه زادة المستوى العمراني زادة كيف كيف نعرفوا إذا كان مستوى عمراني قريب وليس بشي وليس بشي مش هنحكي عن نفايات المنزلية فقط ولا حتى النفايات المائية فيه على مستوى تربيط للحوت يديش يلي خرجه دونك المشكل المشكل العميق والمشكل فيه اللي للأسف مؤسسة الدولة التونسية بحث ذاتها اللي هي قاعدة تلوث في الفيحد معناها انتي ديجاء انتي في الظروب الدولة التونسية انتي ديجاء قاعدة تلوث هذه الحاجة المفارقة الغريبة حاجة أخرى مثل صغير احنا حكينا في جمع فت وكي نضيف معنا خير الدين نعرفوا المشكلة التلوث اللي صاير فيه شعة السالة ريسامان كان ثم تمويل ياباني بش نستعملوا بش كيف ما قولوا بش نستعملوا إعادة الاستعمال للمياه بتاع ديوية النوطة التهيل معناها كانت ريسالة كونه هو المجمع كمي بش يبقى يصب في الفشفوزيبس في البحر واضح فقط بش نرجع المعلومة كنت قدمت قبل حمدي في علاقة بعض المناطق في تونس بش يغمرها البحر كانت فكرنا بعض المناطق في تونس والعالم في وديك السسمة سباح القلعة ثلاث لص ماناها قمرت ماناها ممكن البلانة ديك توصل حتى العوجة ديك ماناها مش مرتفعة برشة قمرت رواد ضم ماناها معرضين بشكل كبير الواجهة الجنوبية مانا الوطن القبلي ديك مهدى كيف كيف جزور قرقنا سباح الزاء من سباح السفاقس وكذلك المناطق الغربية لجرب واضح شكرا لك حمديني بشو ديك تو ماند الكويز انفيرانمنتال